السؤال الآن هل يمكنك كمعلم أن تكتفي فقط بأن تتقن مهارة صياغة الأهداف السلوكية وفق المعادلة السابقة أم أن هناك متطلبا آخر يجب عليك أن تتقنه وأن تكون ملما به وهو متطلب مهم لأنه يدخل معك في عملية صياغة الأهداف هذا المتطلب يشير إلى ما نسميه أهداف الدرس ما أنواع أهداف الدرس التي تصوغها في خطة درسك تشمل هذه الأهداف أنواع ثلاثة أولها الأهداف المعرفية الأهداف المعرفية في درسك تضم جميع أشكال النشاط الفكري من حظ وفهب وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم للمعلومات هذه الأهداف المعرفية تنتمي إلى ما يسمى المجال المعرفي وهو المجال الذي يركز على القدرات والعمليات العقلية لدى المتعلم هذه القدرات والعمليات التي تتصل أساسا بمعرفة الحقائق والقدرة على الاستغراق في عمليات الفهم والتفسير وإتقان الطرق والأساليب الخاصة بمعالجة المعلومات وبناء المفاهيم واكتساب المبادئ والتعميمات هناك كذلك الأهداف الوجدانية والأهداف الوجدانية هي الأهداف التي تتصل بالقيم والميول والاتجاهات والمشاعر والانفعالات هذه الأهداف تكمن أهميتها في أنها تساعد على تحقيق العلاقة المتبادلة بين التربية والقيم المجتمعية المرغوب فيها إلى أنني أريد أن أنبهك إلى أمر مهم يتعلق بالأهداف الوجدانية هو أن هذا النوع من الأهداف يحتاج إلى وقت طويل نسبيا لتحقيقه إضافة إلى أنه صعب القياس والتقويم لأنه يتصل بميول المتعلمين واتجاهاتهم وقيمهم وهذه أمور يصعب تعلمها بين يوم وليلة كما يصعب تعدلها خلال حصة دراسية كما يستحيل الحكم عليها أو تقويمها تقويما موضوعيا دقيقا ونظرا لهذه الطبيعة الخاصة للأهداف الوجدانية نجد أن كثيرا من المعلمين يهملونها أو لا يعطونها أهمية كافية في ممارساتهم التربوية مع المتعلمين على الرغم من أهميتها وعلى الرغم من أنها هي التي تعطي التعلم في المدرسة بعده الإنساني هناك كذلك الأهداف المهارية لو سألتك ما المقصود بالأهداف المهارية نعم الأهداف المهارية هي الأهداف التي تشمل تعلم مختلف المهارات الحركية واليدوية والجسمية الأهداف في هذا الميدان تركز على تكوين المهارات وتنميتها وتشكيلها لدى المتعلمين وبخاصة المهارات التي تتطلب استخداما أو تنسيقا بين عضلات الجسم كثير من الخبرات التعليمية التي تصنف كمهارات فيسيولوجية في الإبداع والفنون والرياضة تندرج تحت هذا الميدان كما يشمل هذا الميدان أيضا مهارات الكتابة، مهارات التحدث، الخط العربي، الإلقاء، الخطابة، وكذلك المهارات المعملية في مختلف أنواع العلوم إذن أنت يا معلم اللغة العربية أمامك حديقة غناء تشمل أنواع مختلفة من الأهداف لا بد أن تضع في خطة درسك بعضا من الأهداف المعرفية وبعضا من الأهداف الوجداني وبعضا من الأهداف المهاري هذا التشكيل وهذا التنويع هو الذي يطفي الحيوية على درسك وهو الذي يجعل لما تقوله لطلابك قيمة في الحص الدراسي إن اكتفاءك بالأهداف المعرفية فقط أمر غير مقبول وإنما يجب أن تنوع في أهدافك حتى يستفيد طلابك من تعليمك لهم وحتى تنشئ طلابك تنشئه شاملة متوازنة متكاملة تحقق فيها أهدافا تنتمي إلى كل مجالات الأهداف التعليمية ترجمة نانسي قنقر